الرجراجي يوضح أسباب عدم دعوة رحيمي إلى المنتخب المغربي كشف مدارب المنتخب المغربي لدرجراجي أسباب عدم دعوة لاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي إلى منتخب أصود الأطلس بالرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه في الدوري الإماراتي ومنافسات القارة الاسيوية وقال الرجراجي في الندوة الصحفية لتقديم لائحة المنتخب المغربي إن غياب سفيان رحيمي عن لائحة المنتخب المغربي له علاقة بقوة وأداء لاعب الأجنحة الذين يتوفر عليهم المنتخب في الوقت الراهن من بينهم الزلزولي الذي يلعب مع نادي بيتيزر إسباني وسفيان ديوب وأمين عدلي وحاكم زياش الذي يتوفر على تجربة بالإضافة إلى سفيان بوفال الذي تم استدعائه هو الآخر وأضح النخب المغربي أن الأمر يتعلق باختيارات اللاعبين الأندية والدوريات التي يلعبون فيها وهذا ما يسمح لبعض اللاعبين بتطور أكثر من الآخرين مضيفا رحيمي يستحق التواجد في المنزخب وينتظر فرصته ويمكن أن يتواجد في لائحة المنتخب في النهائيات أفريقيا لكن في الوقت الراهن هذه هي اختياراتي شكرا